موسيقى ميليشيات الحوتي تستهدف مشروع مياه في التحيطة وتقصف الأحياة السكنية شرق مدينة الحديد موسيقى سبعة معسكرات لتدريب الميليشيات وإدارة لدفة السياسة بإرسال حاكم عسكري إيراني إلى صنعاء موسيقى القوات الحكومية ورجال القبائل يخوضون مواجهة ضارية في خب والشعف ويقومون بتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة موسيقى الثالثة والنصف بتوقيت صنعاء أقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة أهلا بكم إلى تفاصيلها عودت الميليشيات الحوثية استهداف مديرية التحيطة الجنوبي الحديدة وقصفت منظومة الطاقة الشمسية وفدى مراسلنا أن الميليشيات استهدفت بقذيفة هاون منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بمشروع المياه مدينة التحيطة والذي يخدم 30 ألف نسمة في الحديدة وكانت الميليشيات استهدفت أواخر العام الفائت مشروعا للمياه يعمل بالطاقة الشمسية وسقطت القذائف الحوثية على ماكينة الارتواز وعلى مشروع الطاقة الشمسية التي تقدر تكلفتها ب13 مليون ريال وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير ومشروع مياه مديرية التحيطة محمد عمر الدخن سيد محمد أهلاً ومرحباً بك مرحباً بك كما شاهدنا في الشهور الماضية استهداف لمياه الدنين في حيسل أن نشهد استهداف أيضاً لمشروع المياه في التحيطة ماذا عن التفاصيل وماذا قمتم من إجراءات ضد مثل هذه التصرفات؟ يا قاتل عزيز، استهداف صباحاً اليوم استهداف منظومة الطاقة الشمسية التي تقضي ثلاثة ألف متنين من مياه الشرق استهداف المنظومة بحديثة هاون وقد تضررت منها أكثر من لوقت قارجة الخدمة وكامية القضائف التي تستهدفوا بالطاقة لكن الحمد لله كانت فيها حقيقة لذا لماذا سأطلق أضرار كثيرة هذه الميليكيات الساميسية والطلانية نعم نعم التحالف مدنا ينهجف الدرجة مدنا متروع المياه والميليكيات يمدوننا بالقضائف والهاون نعم والآن كيف يمكن حل هذه الإشكالية الحمد لله أنت الله با مغير بجلال نعم سيد محمد إذا ما تحدثنا أيضاً عن مقدار الخسائر التي أصابت هذا المشروع خصوصاً أنه يمد الكثير من الأسر بالمياه كيف يمكن تقديرها الأضرار المادية تحسد نعم نعم الأضرار المادية أكيد الله تقدر بـ 250 ألف هذا المدينة الماضية نعم وإذا ما تحدثنا عن عدد المشاريع بالنسبة للمشاريع الخدمية في المياه كم عددها في التحيتاء من شاريع المياه أيضاً ثلاثة أضرار نعم إذن جزيرة شكر لك قد تعدد قطة الزبان المياه السابق بـ 23 من أضرار الثلاثة واثلين ولكن الحمد لله كانت أضرار خطيفة وخطيفة نعم جزيرة شكر لك مدير مشروع المياه مديرة التحيتاء سيد محمد عمر ضغط شكراً جزيرة لك إلى ذلك جددت الميليشيات استهداف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة بقضائف الهون للمرة الثانية خلال ساعات وأكدت مصادر محلية أن استهداف الميليشيات بث حالة من الخوف والهلع بين صفوف المواطنين وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف المناطق السكنية المأهولة بالسكان في قرى ومدن مختلفة في محافظة الحديدة ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية هذا وتتواصل الجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وأيضاً المنشآت الخدمية في مدينة الحديدة متحدية كل محاولات إحلال السلام تتواصل الأعمال التصعيدية الإرهابية للميليشي الحوثية على الأحياء السكنية بمدينة الحديدة منذ براب اتفاق السويد حتى هذه اللحظة فالاعتداءات على المدنيين في منازلهم والممتلكات العامة لا تكاد تتوقف مخلفة مزيداً من الدمار في المنازل والمصانع والمستشفيات بالأحياء الشرقية بمدينة الحديدة فضلاً عن استهداف الأبرياء إجرام وتدمير لا حدود له حيث تحولت هذه الممتلكات العامة والخاصة إلى أهداف عسكرية لقناصة وقذائف مرتزقة إيران رغم خلوها من أي تواجد عسكري لرجال القوات المسلحة البواسل من منتسبي المقاومة المشتركة ومن تلك المصانع مصنع إخوان ثابت الذي لا يوجد فيه غير العاملين حسب تأكيد العاملين بحثاً عن لقمة العيش لأطفالهم وأسرهم وتلاحقهم هذه الميليشيات الكهانوتية بقذائفها وصواريخها وقناصتها والهدف توقف الحياة بصورة عامة وتوقيف الإنتاج وقطع أرزاق المئات من العاملين في المصنع حيث يحتوي مصنع إخوان ثابت لأكثر من عشرة ألف عامل الآن لا زال يكسف الحوثي المصنع وأصل وهذا مصدر رزق أولادنا ومصدر رزق أطفالنا والآن المصنع شبه خالي من العمال ومن الإنتاج ومن لا يوجد فيه عسكر ولا توجد فيه قوة عسكرية أحنا العمال فقط فيه شقالي الليل النهار والآن مع القصف ومع حرق المخازن وذاء خاف والعمال والآن أصبح شبه يعني خالي من العمل طالب بإيقاف القصف لأنه مصدر رزق الناس الجميع وليس يعني ثقن عسكري ولا وجد فيه أي تقوة عسكرية بإثنين حق السامن راحبوا أنهم واحد تأور في ظهروا واحد تكاثر تكاثر هذه مقصة كفانة تخريب كفانة تخريب يا بني حرام لحنا أنشاء بانين بني هنا لحنا نشاء الحجيدة نشجل ثلاثة أيام ثلاثة أيام نجلتها وأكد المرابطين بمواقع الشرف البطولة بمدينة الحديدة من منتسبة أفطال حراس الجمهورية أن تصعيد الميليشيا الإرهابية المستمر وارتكاب جرائمها تأتي وهم ملتزمين بضبط النفس حسب توجيهات القيادة واتفاق السويد مؤكدين أن أيديهم على الزناد وعينهم ترصد تحركات الميليشيات الكهنوتية بجهزية قتالية عالية ومعنويات مرتفعة وعزيمة عالية العدو الحوتي له الآن 21 شهر على اتفاق السويد فكل يوم اقتراغاته بقواتنا وأيضا بمصانع الأخوان ثابت ومطاحن البحر الأحمر وفي كل منازل المواطنين وللصبر حدود فإننا سوف نرد عليهم بالمرساد ولهذا نؤكد لقيادتنا العسكرية والسياسية في المقاومة الوطنية والقيادة المشتركة بأننا سوف نكون أوفياء وسندافع عن أرضنا وعن عرضنا وعن وطننا الذي لا زال يتربص به العدو الحوتي وعلى الرغم من وجود التراغ التابعة للأمم المتحدة بمناطق سيطرة الميليشيات بمدينة الحديدة إلا أنها تواصل الصمت وتتجاهل المناشدات اليومية من المواطنين المغلوبين على أمرهم المتضررين من قصفها مجية الميليشيات الممولة من إيران هكذا هي أعمال الميليشيات الكهانوتية الإجرامية تدمر منازل المواطنين وكل الممتلكات العامة والخاصة هنا في الأحياء الشرقية بمدينة الحديدة عندما تفشل في تسللاتها تصب غضبها على المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من شارع الخمسين بمدينة الحديدة عروس البحر الأحمر إلى ذلك استشهد المواطن طالب خضير البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما وذلك برصاص نعيار أربعة عشر ونص اخترقت عنقه وأردته قتيلا على الفور جراء استهداف الميليشيات الحوثية الأحياء الشمالية الغربية لحيس أبشع قريمة شهدتها مدينة حيس قيدت في سجل القائمة السوداء لميليشيات الحوثي التي استهدفت بشكل متعمد الأحياء السكنية آخرها جريمة استهداف نازح مسن يدعى طالب داود خضيري دبحت عنقه رصاصة حوثية غادرة وهو يغط في نوم عميق آمنا مستلقيا على سريره أبشع قبرة الخضيري قضى نحبه في أبشع جريمة اهتزت لبشاعتها أرجاء المدينة ارتكبها الحوثي المتعطش للدماء بشغف كبير فرق الحياة بعد أن هجرته الميليشيات مع كافة أهالي قرية الحاصبة قسريا وحولت منازلهم إلى ثكنات عسكرية لعناصرها ولم يتبقى سوى هذا المنزل المكشوف الذي اتخذه بديلا عن منزله السابق وستعيش فيه شركته المسنة تصارع الحياة بكل أعبائها بعد أن خسرت عائلها الوحيد المواطن طالب داود محمد خضيري نازح من قرية الحاصبة في الواقع في شمال حيس التي هجرتهم منه الميليشيات الحوثية هو وكل سكان القرية تهجيرا قصريا إلا أنهم لم يسلموا من رصاصات الموت الحوثية حيث أصيب نتيجة استهدافات أمس ليلة السبت من قبل الميليشيات على قرية بيت مغاري بوجه شاحب وصوت حزين رفعت هذه المسنة فاقعتها وقضية زوجها إلى بارئها ضد وكلاء إيران لقتل اليمنيين الذين خطفوا روح زوجها بقرم متعمد ولم تكف ميليشيات الموت الحوثية أذاءها عن الأحياء المدنية التي تتساقط فيها قذائف حقدها كل يوم فيما لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن إدانة جرائم الحوثي ليمثل اتفاق السويد طوق نقات للميليشيات لكنه في الواقع بات ميتا كهذه القثة الهامدة حسام بكري اليمن اليوم تمكن قناص تابع للقوات المشتركة من الصياد قناص حوثي في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة ويظهر في تسجيل مصور عملية القنص الدقيقة التي سددها قناص القوات المشتركة صوب القناص الحوثي المتخفي في أحد المتارس وهو يستعد لتنفيذ عمليات قنص وأرداه صريعا على الفور هذا وتتوالى الخسائر الفادحة للميليشيات الحوثية في مختلف مناطق الحديدة بالساحل الغربي جراء خروقاتها للهدنة الوممية وتصايدها المتواصل وارتكبت على أتيها مئات القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة إلى ذلك كشفت مصادر محلية عن دفع ميليشيات الحوثي لتعزيزات بشرية خلال الساعات الماضية من محافظة إب نحو جبهات الساحل الغربي وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية تدفعت بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية وكذا مدنية خلال الساعات الماضية من محافظة إب نحو مدينة الحديدة ومديرياتها وأضفت أن التعزيزات تقدر بأكثر من ستين مسلحا من من قامت بتجنيدهم هذه الميليشيات في محافظة إب في إطار عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها بعد العجز الكبير الذي تعانيه في مقاتلها هذا وإرتكبت الميليشيات الحوثية 84 خرقا للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في الـ 12 الساعة الماضية وذكر مصر العملياتي أن القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية والتي بلغت 84 خرقا بمناطق حيس والجبلية والتحيطة ومناطق شرق مدينة الحديدة واستخدمت الميليشيات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وأسلحة البيكة تدريب وتأهل إيراني لمجندين حوثيين في سبعة معسكرات محيطة بمحافظة الحديدة وإدارة لدفة السياسة بإرسال حاكم عسكري إلى صنعاء وسيطرة فعالية تفرضها طهران خلال تموضعها في خط الهجوم سبعة معسكرات حوثية بخبرات إيرانية ولبنانية تحيط بمدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات شرقيا بباجل بين مزارعها الكثيفة وأحراشها التي تعد معسكرات استقبال كما تحيط أيضا معسكرات التدريب الإيرانية بالحديدة من جهة الشمال متمثلة بمدينة القراوس الذي يربطها بالحديدة طريق الشام المنفذ الوحيد المتبقي لميليشيات الحوثي إلى المدينة وتفيد المعلومات أن الجهة الغربية المحادة للبحر معسكرات توزيع للمقاتلين وكذا استقبال للأسلحة المهربة عن طريق البحر بواسطة شبكة صيادين أساء للمهنة المعلومات التي حصلت عليها قناة العربية الحدث من مصادر مطلعة أكدت أن خبراء من حزب الله اللبناني يقومون بمهمة التدريب والإشراف المباشر على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة كما يقع على عواتق الخبراء التدريب على عمليات التهريب واستخدام أجهزة الملاحة الدولية وكذا أجهزة تحديد المواقع هذا وكان معهد إيراني مناهض لسياسة طهران قد أكد قبل أعوام أن وزارة الدفاع الإيرانية أرسلت خبراء ذخائر في أوائل العام 2017 إلى اليمن وقال التقرير أن ثلاثة من كبار الحرس الثوري الإيراني أرسلوا إلى اليمن وهم العقيد ريضا باسيني والقائد علي الرجبي والرائد محمد نيازي ويعمل ثلاثة كخبراء عسكريين ويتواجدون إلى الآن في اليمن وبعيدا عن كون كل ما سبق عبارة عن معلومات استخبارية يجب النظر بعين فاحصة إلى السؤال الأهم لماذا يهتم الحوثي كل هذا الاهتمام بتطويق الحديدة بمعسكرات ذات تدريب وكفاءة إيرانية عالية فيما الطرف الآخر متمثلا بالشرعية والمجتمع الدولي يقابلون الحوثي بالتمسك باتفاق السكولم الكسيح الذي مكن ويمكن الحوثي إلى اليوم من خلق تهديد للمجتمع الدولي بتهديد خط التجارة العالمية ونسف كامل وتام لأي عملية سياسية عبر الأمم المتحدة فعسكريون قد حذروا على مدى أكثر من عامين بأن خطر الحوثي يتعاظم يوما بعد آخر بعدما خسرت إيران لأهم واجهة بحرية متمثلة بالساحل الغربي من ذوباب إلى مدينة الحديدة وفي الناحية الأخرى مراقبون السياسيون يرون أن وسائل الإعلام المحلية والعربية عامة ليست بحاجة لإظهار المعادلات الرياضية المعقدة لإثبات وفاء الحوثي لإيران أو ربطه بها فقد خرج المسطور إلى العلن ويؤكد السياسيون أن على العرب الإجماع فعليا لحرب إيران على ترابها للاقتصار على حرب أذرعتها فقط واستدامة الحرب في اليمن فليمنيون قادرون على حسم معركة محليا إذا ما ترك العنان للمخلصين من أبناء هذا البلد تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من كسر هجوم للميليشيات الحوثية وتحديدا في معسكر الخنجر بمدينة خب الشعف شرق الجوف وأكدت مصادر عسكرية أن معارك مستعرة دارت في محالة مع ميليشيات الحوثية لاستعادة مواقع خسرتها قبل أسابيع إلا أن المعارك انتهت بخسران العناصر الحوثية لعشرات القتلى والجرحى دون إحراز أي تقدم يتقر في الأثناء دكت المدفعية والطيران وآليات عسكرية تابعة للحوثيين منها ثلاث مدرعات يأتي هذا التحرك العسكري بعد عملية نفذتها القوات الحكومية واستعادت خلالها معسكر الخنجر ومواقع في محيطها تتابعنا بعض الفاصل البنك الدولي يستجيب لمطالب الحكومة بشأن توحيد قنوات تقديم المساعدات المالية عبر البنك المركزي بعدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد استجاب البنك الدولي لمطالب الحكومة بشأن توحيد قنوات تقديم المساعدات المالية عبر البنك المركزي في عدن بهدف تعزيز قيمة العملات اليمنية واقتصاديون يأملون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإنقاذ العملة التي تتهوى كل يوم وانعكاساتها بشكل إيجابي على العمل الإنساني وإيصال المساعدات إلى مستحقها في كل محافظة الجمهورية تعد أمل الملايين من اليمنين الذين ينتظرون المساعدات الدولية التي يتعهد بها المانحون تتمثل باستجابة البنك الدولي لمطالب الحكومة اليمنية بشأن توحيد قنوات تقديم المساعدات المالية عبر البنك المركزي في عدن بهدف تعزيز قيمة العملة الوطنية وانتشالها من التهاوية وتوجيه تلك المساعدات إلى مصب واحد بعد سنوات من التشضي والتشتت لها أوازير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال دعا إلى تشكيل رجال تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية وتفعيل دور الرقابة والشفافي على منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وتقليص نفقات التشغيل للحد الأدنى مع توسيع دائرة المستفيدين الآلية الجديدة تعمل على تسليم المساعدات الدولية إلى البنك المركزية ليتم صارفتها بالريال يمني ابتداء بالتنسيق وانتهاء بتنفيذ المشاريع وإيصال الفائدة المرجوة المستفيدين من الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي حسن مرزا أكد أن فريق البنك يعمل لتبني آلية قابلة للتطبيق مع مراعاة المعايير الاتمانية التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ وفق جدول زمني محدد وتعد هذه الآلية بحسب خبراء اقتصادين خضوة جيدة في طريق لملمة الشتات وتشضي المساعدات بين مناطق سيدرة الحكومية والحوثية وتمكن البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية المنفلتة ولكن بشرط أن يتم تنفيذها بشفافية بعيدة عن التلاعب والتسيس لها وإيصالها لمستحقها في كافة المحافظات دون استثناء وكانت مصادر إعلامية كشفت عن اختفاء ثلثة الأموال التي أرسلت كمساعدات لليمن دون معرفة مصيرها في مرحوثيون يعارضون الجهود الأممية لتشديد رقابة على 370 مليون دولار مساعدات والتي قويلت بصمت مريب للأمم المتحدة وفيما يأمل مواطنون اليمنيون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتوحيد قانوات وصول المساعدات الدولية المستحقية في جميع المحافظات يشكك مراقبون في نجاحها كون بعض الجهات المانحة تمنح الحوثيين نفس القدر من المساعدات التي تمنحها للحكومة المعترف بها دوليا وتخضع للضغوطات الحوثية التي توجه مسار تلك المساعدات لصالحها ووفقا لآلية تحددها فيما عبر مراقبون عن أمل في انعكاس تلك الآلية على توحيد جهود العمل الإنسانية وإيصال مساعدات لمستحقية الفعليين لتخفيف من حدة الفقر والمجاعة وترد الأوضاع المعيشية بفعل الحرب الدائرة منذ ست سنوات تسخر اليمن بأكثر من 180 جزيرة ضمن بيئة بحرية فريدة تعد موئلا للثروة السمكية وأحد روافد السياحة والاقتصاد الوطني من بينها الجزر الواقعة في خليج عدن ومنطقة يتواهي ورأس عمران تمتلك الجمهورية اليمنية ساحلا بحريا ممتدا من منطقة ميد تابعة لمحافظة حج شمالا مرورا بمضيق باب المندب وخليج عدن جنوبا ووصولا إلى أقصى امتداد للسواحل اليمنية الشرقية في بحر العرب بطول للسواحل اليمنية يقدر ب2500 كم مربع الامتداد البحري لسواحل اليمنية أدى إلى امتلاك اليمن مجموعة كبيرة من الجزر والأرخبيلات يبلغ عددها 186 جزيرة يمنية من بينها قطاع خليج عدن الذي يحوي 21 جزيرة متناثرة على عدد من الشواطئ بينها شواطئ مديرية البريقة ومنطقة رأس عمران التي تعد مقصدا للراحة والغوص لعدد من أبناء المنطقة يوجد في سواحلنا وفي شواطئنا في شواطئ مديرية البريقة من قزر ومن معالم من رؤوس قبال من سواحل جميلة تتمتع بها هذه المديرية نظرا لجمالها ويعني تقدر تقول حلاوة الشواطئ هذه في مواسم يتراودوها الناس بالنسبة للسياحة والتمشية صليل الصغرى وصليل الكبرى ودنافى وحبان والنوبى والعزيزية كلها مسميات يتداولها أبناء المنطقة للجزر الواقعة في منطقتين البريقة ورأس عمران حيث تعد مناطق خصبة للصيد والقيام برحلة في الغوص نظرا لنقاوة المياه وانتشار الشعب المرجانية بالإضافة إلى استيطان أنواع نادرة من السلاحف هي قزيرة صليل الصليل صغير حسب معرفتنا وصليل كبير وقزيرة حبان وقزيرة دنافى منها ساحل العشاق وساحل خرطير والرأس أبو قيامة وساحل كود النمر بالنسبة للسواحل هذه أنا أذكركم السواحل بالنسبة للجزر قزيرة النوبة التي ذهبنا إليها وأخذنا فيها الصور وفيها قبل القلعة معلم تاريخي مهم جدا أكثر الناس تراودا لهذه القزيرة من شهرتها ومن ساحلها الجميل الثروة الطبيعية لليمن والامتداد البحري بحاجة لاهتمام الحكومة والإعلام لتقديمها للعالم بأنها مناطق تستحق الزيارة من أجل تنشيط السياحة الداخلية والأجنبية التي تزود البلاد بالعملة الصعبة كحال الكثير من بلدان المنطقة في البريغة في منطقة بريغة خاصة وفي عدن بالشكل العام الكثير من القزور السياحية والقزور الحامة وإذا كان هناك اهتمام من الدولة تكون هذه القزور لها همية كبيرة في المشاريع الاقتصادية المشاريع السياحية مثل شاهدنا في عدة دول أخرى أنا كنت شاهدت عدة دول شاهدت عدة دول ببعض الدول اهتمام الدولة في القزور وعطتها منظر جمالي فقذبت السياح وقذبت الاهتمام الله ومردود لها وقبل عليها سياحة كثيرة عندنا في هذه البلاد قزور جميلة جدا وليقد اهتمام مع ذلك سياح كثيرون يأتوني لهذه القزور ونتمنى من الدولة أن تهتم بهذه القزور وتعطيها حقها حتى تكذبت سياحة هذه الثروات الطبيعية تثبت كيف أن بعض الأحزاب المأزومة بطرت معيشتها من خلال تمرير مخططات الفوضى والدمار في العام 2011 وصولا إلى الحرب التي أشعلتها ميليشيات كهنوتية وجعلت اليمنيين مشغولين بالصراع عوضا عن توجيه الطاقات نحو الاستثمار في مئات الجزر والأرخبيلات التي كانت ستدر على اليمنيين مليارات الدولارات فهل سيكون تنفيذ اتفاق الرياض بداية لإعادة الأمن في محافظة عدن على طريق إحلاله في عموم محافظات اليمن وتسخير الطاقات في إعمار ما خلفته الحرب من دمار وإظهار الجزر اليمنية للعالم بحلة جديدة تعود بالنفع على الوطني والمواطن رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصنيف غواتمالا حزب الله منظمة إرهابية واصفا هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة حزب الله اللبناني على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم وفي بيان أشاد بومبيو بغواتمالا بانضمامها إلى قائمة الدول التي كشفت حزب الله على حقيقته كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة وقال بومبيو أن حزب الله كتنظيم القاعدة وداعش يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته التي طالت الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وأفريقيا وأسيا استفشر المجتمع الدولي بالاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار من أجل إخراج المرتزقة خلال التسعين يوما المقبلة وذلك كأساس ضروري لإنجاح الاتفاق الذي أبرم من قبل الجمعية برعاية الأمم المتحدة مراقبون قالوا إن التدخل الأجنبي يحول دون إتمام هذا الاتفاق على أرض الواقع انتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا من أجل إخراج المرتزقة خلال التسعين يوما المقبلة كأساس ضروري لإنجاح الاتفاق الذي أبرم الجمعة برعاية الأمم المتحدة فهل يكون هذا الاتفاق نقطة الضوء في النفق المظلم للأزمة الليبية؟ الاتفاق الجديد ينص على بند الرئيسي وهو خروج كل المرتزقة والمسلحين الأجانم من ليبيا في خضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق حسب ما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وتم التوقيع على الاتفاق عبر ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وحكومة فايزة سراج في مدينة جينيف سويسرية برعاية الأمم المتحدة حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك فلم يجف حبر توقيع طرفية نزاة على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في مدينة جينيف حتى خرج الرئيس التركي أردغان بتصريح يشكك في صمود الاتفاق في خطوة اعتبرها محللون إشارة إلى نيته إفشال الاتفاق عبر المرتزق الذين يخضعون بصورة مباشرة للنفوذ التركي ويثبت هذا الاتفاق بحسب الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار الأول الذي أبرمه الطرفان في مطلع يونيو الماضي بمبادرة مصرية وفي أغسطس الماضي أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج التزاما بوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام عادة تشغيل الموانئ النفطية ويمس هذا البند بشكل مباشر النفوذ التركي في ليبيا المعتمد على المرتزقة وعقب الاتفاق قال أردغان أن ثبات اتفاق وقف إطلاق النار لا يبدو قابلا للتحقيق بدرجة كبيرة وأضاف للصحفيين بعد أن وقع الطرفان المتحاربان اتفاقا يقضي بوقف دائم لإطلاق النار الزمن سيظهر مدى دوامي مراقبون أكدوا أن الاتفاق قادر على إخراج المرتزقة في حالة واحدة وهي توفر النيا الحقيقية لدى المجتمع الدولي والتزام الأطراف السياسية وأشاروا أن الأمور لا تبشر بخير مع تصريحات أردغان الذي يتحدث عن الاتفاق بأنه لن يصمد مما يعني أن هناك نية مبيتة لاحتلال الأرض وربما الهجوم على القوات المسلحة ورأوا أن هناك حلفا قطريا تركيا يتشكل ضد الاتفاق وتشكيك في قدرته على تحقيق نتائج على الأرض من خلال بقاء المرتزقة والقوات التركية في غربي ليبيا حيث يجلب هذا النفوذ الأموال إلى تركيا وأضافوا أن انسحاب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا يعني نهاية لأحلام الأمبراطورية العثمانية الجديدة التي يحلم بها أردغان وانحسار العربدة التركية في البحر الأبيض المتوسط اشتركوا في القناة لجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل ست حالات شفاء من هذا الفيروس في محافظتي حضر موت ومارب وأضافت اللجنة في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل خمس حالات شفاء في حضر موت واحدة في مارب ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة يصبح إجمال الحالات المؤكدة ألفين وستين منها خنسمائة وتسع وتسعون حالة وفاة وألف وثلاثمائة وستون حالة تعافية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم عتبت الثلاثة والأربعين مليون شخص في وقت عاودت عدد من دول العالم فرض إغلاق جزئي على مدنها جراء تفشي موجة جديدة من هذا الوباء وذكرت آخر الأحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد ناينتين بلغ أكثر من ثلاثة وأربعين مليونا وسبعة وعشرين ألف شخص فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليون ومائة وستة وخمسين ألف شخص وتجاوز من تم شفاءهم من هذا المرض أكثر من واحد وثلاثين مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرين ألف شخص وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحجر الصحي بل وضع في الحجر الصحي بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام مبتداء من الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2020 وأضاف وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة وبلغ عدد الإصابات في رئيس كورونا أكثر من خمسة وخمسين ألف حالة في الجزائر منذ تسجيل أول حالة في الخامس والعشرين من فبراير قالت منظمة الصحة العالمية أن النصف الشمالي من أن الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19 إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا في أعداد الإصابات وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهامون خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابة كوفيد-19 ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف لوحدات الأناية المركزة على بلغ طاقة استيعابية تبلغ إلى الدروة أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر فرضت إيطاليا قيودا جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدءا من الأحد بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة وذلك وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة بينما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة السادسة مساء بحسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة خصوصا في روما صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية السبت على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى السادس عشر من فبراير في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كورونا وينتظر أن ينقل النصف الذي أيده 71 نائبا بمقابل رفض 35 آخرين إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائيا وبت أكثر من ثلثي الفرنسيين ملزمين بالبقاء في منازلهم في المساء على وجه التحديد بعيدا عن التوسع واللقاءات وأيضا يتوسع حضرة الجوال المفروض والذي كان يعني بالأساس عشرين مليون ناس مال يشمل اعتبارا من هذا السبت ستة وأربعين مليون شخص لستة أسابيع اشتركوا في القناة ختاما تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة مليشيات الحوثي تستهدف مشروع ميافية حيث وتقصف الأحياء السكنية الشرق مدينة الخديدة سبعة معسكرات لتدريب المليشيات وإدارة لدفة السياسة بإرسال حاكم عسكري إيراني إلى صنع والقوات الحكومية ورجال القبائل يخوضون مواجهات ضارية في خب والشعف ويقومون بتكبيد المليشيات خسائر كبيرة ختاما هذه تحياتي أنا جمال السودي وفريق العمل إلى اللقاء في النشرة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة